لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس سقيفة بني ساعد سقيفة التحريف والتزييف والكذب والدجل عنواننا هو هو الذي تقدم في الحلقات الماضية وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبين أتحدث عن البخاري وأمثاله وعن رواة الحديث في سقيفة بني ساعد من الصحابة والتابعي ومرت الحقائق واضحة في الحلقات الماضية حتى وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى الباب الثاني والخمسين من أبواب كتاب الأحكام في صحيح البخاري وهذا باب من دون عنوان البخاري لم يضع له عنواناً سقط العنوان بمرور الزمان هناك من قام بعملية تحريف وأثار التحريف واضحة الباب الثاني والخمسون من كتاب الأحكام وهو الكتاب الرابع والتسعون من كتب صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي رقم الصفحة 1274 حديث واحد له رقمان 7222 7223 البخاري يبدأ الحديث حدثني محمد بن المثنى إنه جابر ابن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني ديناً أفتر سمعت النبي يقول يكون اثنى عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش حتى هذا الكلام يبدو أنه جزء من اللعبة فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش خلاصة الكلام بحسب البخاري بعد النبي يكون اثنى عشر أميراً وهؤلاء كلهم من قريش داخل علماء السنة في تعيين هؤلاء هم يعرفون أن الاثنى عشر هم الأئمة المعصومون عطرة النبي أولهم علي أمير المؤمنين وآخرهم القائم المهدي هذا الأمر واضح عند كبار علمائهم ما هو بأمر مستور أبداً ولذا لو قرأتم كل ما كتب حول هذا الحديث في المكتبة السنية لن تجدوا كلاماً منطقياً واضحاً وسليماً أبداً لأنهم كما في البخاري حرفوا كلمة الإمام إلى أمير وجعونا بهذه الحكاية السخيفة من أن جابر ابن سمر لم يسمع الكلام فسأل أباه فقال من أن النبي قال كلهم من قريش لأنهم حذفوا من بني هاشم ووضعوا هذا العبث لأن الحديث في أصله يكون بعد إثنى عشر إماماً من بني هاشم هذا هو الحديث في أصله فحرفوه فحرفوه وقطعوه ووضعوا في وسطه كلاماً لأجل أن ينتهي المضمون الأصلي للحديث ثم جاءوا إلى شرحه فعبثوا فيه عبثاً كثيراً ولم يوفق واحد منه قرأت عليكم ما كتبه النووي في شرحه لصحيح مسلم من أن المرادة منهم من هؤلاء الأمراء بحسب البخاري الخلفاء بحسب الروايات التي جاءت في صحيح مسلم إثنى عشر خليفة هؤلاء الأمراء الخلفاء بحسب النووي في شرحه لصحيح مسلم فإنه قال يراد منهم العادلون منهم مضى منهم من مضى يشير إلى أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين بحسب مصطلحات سقيفة بني ساعدة وأيضا أضاف عمر ابن عبد العزيز والباقون سيأتون كلام مبهم ليس واضحا النبي برغم تحريفهم للحديث كلامه محدد يكون يكون بعدي اثنى عشر أميرا وهؤلاء كلهم من قريش يأتون بعد النبي مباشرة ويأتي أحدهم بعد الآخر الحديث الكلام واضح النبي يقول يكون بعدي اثنى عشر أميرا وهؤلاء كلهم من قريش بعد مباشرة وهم واحد يأتي بعد الآخر الحديث واضح وواضح جدا ماذا قال ابن حجر العسقلاني قرأت عليكم بعضا من كلامه على سبيل المثال في الحلقة الماضية بسبب ضيق الوقت وما علقت عليه كثيرا فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وهذا هو الجزء الثالث عشر هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الطبعة الرابعة الف وتسعمية وثمانية وثمانين أقرأ عليكم من الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة تكلم كلاما هرائيا كثيرا وما وصل إلى نتيجة صحيحة فذكر هنا في هذه الصفحة التي أشرت إليها إن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهؤلاء معدودون من الاثني عشر الإمام الحسن ليس معدود لأنه لأنه جعل المخياس اجتماع الناس عليهم متى اجتمع الناس على أبي بكر ألم يكن قد فرضوا البيعة بالقوة مر هذا علينا إن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الإمام الحسن ليس معدودا إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن فمعاوية سيكون خامسا ثم اجتمع على ولده يزيد يزيد من جملة الاثنى عشر الذين سيبقى الإسلام بسببهم عزيزا محفوظا سنعود إلى يزيد إلى يزيد هذا الذي كان يزني بأمه يزيد كان يزني بأمه ويزني بأخته ويزني بمحارمه فهذا الزناء بالمحارم من الأمراء الاثني عشر الذين بشر بهم رسول الله هذا هو دين سقيفة بني ساعد ثم اجتمع على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك قبل أن ينتظم له أمر الحسن لم يذكر ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك ابن مروان فبعد يزيد بايعوا معاوية ابن يزيد رفض البيعة قتلوه مات حتف أنفه ليس مهما في كتب التاريخ معاوية ابن يزيد على قول أنه صار خليفة بقي أربعين يوما وبعد ذلك مات قتل ليس مهما هذا ثم جاء مروان ابن الحكم لم يكمل سنة ويبدو ويبدو أن زوجته قد قتلته زوجته التي كانت زوجة ليزيد ليزيد بن معاوية حكاية مفصلة في كتب التاريخ لا مجال لإرادها فجاء من بعده ابنه عبد الملك إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير عبد الله بن الزبير في مكة ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة إنهم أولاد عبد الملك الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر ابن عبد العزيز وهذا هو حفيد مروان عبد العزيز هو ابن مروان وتخلل بين سليمان ويزيد عمر ابن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام إلى آخر ما قال من هراء كلامه وحديثه فهؤلاء هم الاثنى عشر أبو بكر عمر عثمان ثم أمير المؤمنين الإمام الحسن ليس معدودا يأتينا معاوية ويزيد معاوية ابن يزيد ليس معدودا مروان ابن الحكم ليس معدودا يأتينا بعد ذلك عبد الملك أولاده الأربعة ومن جملتهم أيضا يضاف عمر ابن عبد العزيز فهؤلاء ستة إذا ما حسبنا الأربعة مع معاوية يزيد ستة عبد الملك مع أولاده الأربعة خمسة مع عمر ابن عبد العزيز هؤلاء ستة صار المجموع اثنى عشر فلماذا أضاف إليهم الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك صاروا ستة الخلفاء الراشدون أربعة معاوية ويزيد هؤلاء ستة عبد الملك مع أولاده الأربعة خمسة مع عمر ابن عبد العزيز صاروا ستة ستة مع ستة يساوي اثنى عشر ولكنهم حتى في الحساب يخطئون حتى في الحساب يخطئون قلت لكم لو قرأتم كل ما كتب في هذا الموضوع ستجدون الكلام هراء هذا ما نقله عن علماء سقيفة بن ساعد أما هو ابن حجر نفسه فإنه رجح هذا القول فالأولى فالأولى أن يحمل قوله قول النبي يكون بعدي اثنى عشر خليفة على حقيقة البعدية بشكل مباشر يأتون من بعده فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا الخلفاء الراشدون بحسب السقيفة الناصبية سقيفة بني ساعدة أربعة وإذا أضفنا إليهم الإمام الحسن فهؤلاء خمسة معاوية ويزيد سبعة وإذا أضفنا معاوية ابن يزيد مع مروان فهؤلاء تسعة إذا أضفنا بعد ذلك عبد الملك هؤلاء عشرة من بعد عبد الملك من بعد عبد الملك جاء ولده الوليد ثم جاء سليمان ولده سليمان ثم جاء يزيد يزيد ابن عبد الملك ثم جاء عمر ابن عبد العزيز فيكون العدد أربعة عشر النبي ماذا قال يكون بعد اثنى عشر وهو قال على حقيقة البعدية وجعل نهاية العدد عند عمر ابن عبد العزيز فأين العدد الذي قاله النبي فاضطر إلى أن يحذف اثنين فحذف معاوية ابن يزيد وحذف مروان ابن الحك على أي أحساس لا يوجد أحساس للحذف وإذا لم يكن الإمام الحسن معدوداً لأنه لا يبدو أنهم يعدون الإمام الحسن خليفة مثل ما تقدم الكلام عند السابق فإن العدد سيكون مختلاً أكثر فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر ابن عبد العزيز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما فهل المقياس طول المدة على أي أساس وهما معاوية ابن يزيد ومروان ابن الحكم والباقون اثنى عشر نفساً على الولاء بالتوالي لماذا حذفت الاثنين فهؤلاء أيضاً بايعهم الناس مثلما الناس بايعوا الباقين لا توجد موازين صحيحة للفهم ألا تلاحظون من أن الأمر هو هو في الكتاب المقدس الكتاب المقدس في عهده القديم وهو الكتاب المقدس لدى اليهود إلى يومنا هذا وقرأت عليكم من أن إسماعيل سيلد اثني عشر رئيساً وقلت لكم في الكلمة العبرية الموجودة في توراتهم جاء جاء الوصف بالأئمة نسيئيم جمع لناس وناس إمام تعطي معنى الرئيس تعطي معنى الزعيم تعطي معنى القائد لما ترجموها إلى العربية ترجموها إلى رئيس وأيضاً ذكروا لإسماعيل أولاداً والكتاب المقدس يحدثنا عن إسماعيل من أنه ذهب وعاش في فاران فاران جزيرة العرب لكنهم يحرفون هذا فيقولون هي منطقة في بلاد الشام وحينما يرسمون خرائط الكتاب المقدس تكون فاران جزءاً من بلاد الشام الكتاب المقدس صريحاً قال من أن إسماعيل عاش في فاران تحريف لكل شيء تحريف لكل شيء ألا تلاحظون أن التحريف نفسه هو هو الذي بين أيدينا فالحديث الذي أصله يكون بعد إثنى عشر إماماً من بني هاشم صار الحديث يكون بعد حتى بعد حذفت يكون إثنى عشر أميراً وجابر ابن سمرة لم يكن قد سمع بقية الكلام فسأل أباه فقال له من أن النبي قال كلهم من قريش هذا التقطيع يترك أثراً نفسياً عند المتلقي فلا يعبأ بتواصل المعنى عملية شيطانية محكمة ثم يقومون بشرح الحديث بهذه الطريقة بحيث أن يزيد بن معاوية هو أحد هؤلاء الطبقات الكبرى وهذا هو المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة قبل ابن حنبل وابن حنبل توفي قبل البخاري والبخاري توفي قبل مسلم فهذا الكتاب قبل ابن حنبل وقبل البخاري وقبل مسلم هذا من كتبه صفحة 460 رقم الترجمة 465 معقل ابن سنان وهو من الصحابة من صحابة النبي شهد الفتحة مع النبي وبقي إلى يوم الحرة يوم الحرة حينما جاء الجيش الأموي بقيادة مسلم الذي عرف بمسرف لكثرة إسرافه في الدماء ماذا يقول النص فبعثه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وكان على المدينة كان واليا على المدينة بعث من بعث معقل هذا في وفد المدينة لمبايعة يزيد بعد موت معاوية فكان معقل ابن سنان الصحابي هذا في وفد المدينة لمبايعة يزيد فبعثه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وكان على المدينة كان واليا على المدينة ببيعة يزيد ابن معاوية فقدم الشام من هو معقل في وفد من أهل المدينة فاجتمع معقل ابن سنان ومسلم ابن عقبة الذي يعرف بمسرف هو اسمه الأصل مسلم قال فقال معقل ابن سنان لمسرف وقد كان آنسه وحادثه إلى أن ذكر معقل ابن سنان يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان فقال إني خرجت كره ببيعة هذا الرجل معقل استأنسا بمسلم ابن عقبة فكشف له عن سر نفسه قال أنا جئت لبيعة يزيد ليس باختيار جئت مكره إني خرجت كره ببيعة هذا الرجل وقد كان من القضاء والقدر خروج إليه رجل يشرب الخمر وينكح الحرم المحارم هذا كلام صحابتي هذا ما هو كلام هذا معقل ابن سنان من الصحابة وليس معدودا في الأجواء الشيعية هذا معدود في الأجواء السنية وهذا الكتاب من كتب السقيفة بن ساعد هو الذي يتحدث عن يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه رجل يشرب الخمر وينكح الحرم ولذا لما جاء مسرف ابن عقبة إلى المدينة معقل ابن سنان حاول الفرار ولكن جاءوا بمعقل ابن سنان إلى مسرف وقتله هكذا قال له والله ما كنت لأدعك بعد كلام سمعته منك إنه الكلام الذي قاله له في دمشق بعد كلام سمعته منك تطعن فيه على إمامك فيزيد إمام من الأئمة هذا منطق مسرف وهو منطق ابن حجر العسقلاني وهو منطق علماء السقيفة بن ساعد وهو منطق البخاري وغيره من الكذابين والأفاقين وماذا أيضا هذا المجلد الثالث من الطبقات الكبرى من الطبعة نفسها المجلد الثالث الذي يشتمل على الجزئين الخامس والسادس في الصفحة الثالثة والثلاث رقم الترجمة ستمية وتسعة وثلاث هذا عبد الله ابن حنظل الغسيل الذي يعرف بغسيل الملائكة حنظلته من صحابة النبي واستشهد واستشهد في القتال هذا هذا ولده وليس معدودا في أجواء العترة أبدا خرجوا رافضين لخلافة يزيد أهل المدينة وبايعوا عبد الله ابن حنظل إذن أنا أقرأ عليكم من كلام الصحابة وأبناء الصحابة الذين كانوا في المدينة وهذه كتب القوم هذه ما هي بالكتب الشيعية هذه المصادر القديمة لسقيفة بني ساعد لما وثب أهل المدينة ليالي الحرة أخرجوا بني أمية من المدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه أجمعوا على عبد الله بن حنظل فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت وقال يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا النرمى بالحجارة من السماء لماذا؟ يقول إن رجلا ينكح الأمهات إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسن إذا كنت هكذا لماذا ما خرجت مع الحسين؟ يا أيها البطل العظيم والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسن فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي هذه الحالة الموجودة إلى الآن عند السنة وحتى عند الشيعة عند علماء الشيعة يميلون إلى أي جهة بشرط أن تكون بعيدة عن أهل البيت قطعاً هذا الأمر واضح عند السنة أما عند علماء الشيعة فإنهم يستعملون أساليب المراوغة يخافون من عامة الشيعة فمع الشيعة يتعاملون بطريقة ولكن فيما بينهم في كتبهم في دروسهم يتعاملون بطريقة شيطانية نجسة يحاولون الابتعاد فيها عن أهل البيت بقدر ما يستطيعه وهذا الأمر ليس ادعاءاً أو اتهاماً لقد أثبته في برامج بمئات من الأدل يمكنكم أن تعود إلى برامج كي تطلعوا على هذه الحقائق فأهل المدينة الذين لم ينصروا الحسين الحسين كان بينهم لم ينصروا الحسين ولم ينصروا علياً من قبل ولذا فإن علياً غادر المدينة إلى الكوفة لماذا غادر المدينة لأن المدينة خذلته لأن المدينة هي التي قتلت فاطمة أهل المدينة كانوا يرون بأم أعينهم كيف أن عمر والذين معه جمعوا الحطبة لإحراق بيت فاطمة والهدف إحراق فاطمة الهدف هو هذا ما كان الهدف أن يحرقوا البيت بما هو بيت وإنما أن يحرق الذين هم في داخل البيت ولم يفعل أهل المدينة شيئاً لا شأن لنا بأهل المدينة بأعداء العترة لعنة الله عليه لا شأن لنا به وإنما أقول لكم هؤلاء أبناء الصحابة هم الذين يصفون يزيد بهذا الوصف إن رجلاً ينكح الأمهات والبنات والأخوات كان يزني بأمه هذه كتبكم كان يزني بأمه وأمه أساساً زانية أمه كانت زانية أمه ميسون بنت بجدل الكلابية كانت مسيحية وجاء بها معاوية إلى قصره وهي تعشق عبداً من عبيد أبيها فكانت تحن إليه وبعد ذلك هجرت معاوية رجعت إلى ذلك العبد ويزيد ولد بعد أن هجرت ميسون معاوية يزيد ما هو بابن معاوية إنه ابن ذلك العبد ميسون هذه هي التي كانت تردد أبياتاً وهناك بيت مشهور لها ولبس عباءة وتقر عيني لبس عباءة عند أهلها أحب إلي من لبس الشفوف هذه الملابس الشفافة الناعمة هذه الملابس الملكية لا أحبها إنما أحب أن تقر عيني هناك إنما تقر عينها عند عشيقها ولبس عباءة إنها عباءة الصوف في الصحراء ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف هذا هو يزيد الزاني بأمه والزاني ببنته وبأخته هكذا هم يتحدثون عنه هذا مؤلف الكتاب توفي سنة ميتين وثلاثين للهجرة ما هي بمعلومات أخذناها من الفيسبوك إن رجلاً ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة إلى آخر كلامه هذا هو يزيد بن معاوية الذي الذي يعدونه في هؤلاء الاثني عشر البقية ما هم بحال يكونون أحسن من يزيد إذا أردنا أن نبدأ من أولهم من أبي بكر إلى آخرهم الكلام هو الكلام لو كان المقام للحديث عن نسب أبي بكر لجئتكم بالمصادر من المكتبة السنية ومن أمهات مصادره من هو أبو بكر أبو قحافة ما اسمه عثمان ابن عامر ابن عمر هذا هو اسمه عودوا إلى كتب الرجال والتراجم والسيار في المكتبة السنية إلى أمهات الكتب ستجدون أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق هو هذا عثمان ابن عامر ابن عمر وله أخ اسمه صخر ابن عامر ابن عمر فهذان أخوان أخوان عثمان وصخر أبوهما عامر ابن عمر أبو قحافة من هي زوجته هذه التي سميت بأم الخير بعد أن صار أبو بكر خليفة يذكرني هذا بصبحة الفاح والدة صدام حسين الإحراقيون يعرفونها بصبحة التكسي كانت تكسي كالتكسي يعني مثلما التكسي كل شخص يستطيع أن يركب فيه كذلك كانت صبحة يقولون عنها صبحة تكسي صارت بعد ذلك لما صار صدام رئيس البلاد صارت أم المناضلين وما عندنا في ذلك من إشكال هي أم المناضلين إنه النضال العربي نضال الأمة العربية من فوق ومن تحت هذا هو نضال الأمة العربية فصارت أم أبي باكر صارت أم الخير ما اسمها عودوا إلى الكتب هي سلمى هي سلمى بنت صخر هذا والله موجود في كتبه ما كان في نية أن أتحدث عن هذا الموضوع إذا ما وصلنا إليه سأتيكم بأمهات المصادر من مكتبة سقيفة بني ساعد سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عامر إنها بنت أخي أبو قحافة تزوج بنت أخي فسلمى آكلة الذبان كما كانت تعرف بهذا الإسم سلمى أم الذبان والدة والدة أبي بكر هي بنت عمه بنت عم أبي بكر هذا موجود في كتبه وفي أمهات كتبه سلمى هذا هو نسبه سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عامر أبو قحافة ما نسبه عثمان ابن عامر ابن عامر هذه بنت أخي فتزوج بنت أخي هذا الأمر لم يكن شائعا عند العرب كان شائعا عند الفرس المجوس في دينهم يتزوجون المحارم بل يفضلون زواج المحارم قطعا المجوس في زماننا يرفضون هذا الكلام لا يعملون به ويقولون هذه الأكاذيب نسجها المسلمون علينا لكن الكلام ليس كذلك المجوس في ديانتهم القديمة أيام العصر الجاهلي وحتى حينما انتشر الإسلام المجوس يتزوجون محارمه الرجل يتزوج بنته يتزوج أخته هذا كان أمر معروف في دينهم في زماننا ينكرون هذا ويقولون إننا لا نفعل هذا في الوقت الراهن وما كان آباؤنا وأجدادنا يفعلونه آباؤهم وأجدادهم كانوا يفعلونه العرب ما كان هذا بأمر شائع عندهم أن يتزوج بنات الأخ إلا في العوائل الساقطة المنحطة في المجتمع الرذيل العوائل الرذيلة العوائل الساقطة المنحطة كانوا يتزوجون بنات إخوانهم ولذا فإن أبا قحافة تزوج بنت أخي هذه عائلة ساقطة منحطة وهذا ما وصفه به ما وصف أبو سفيان أبا بكر به حينما صار خليفة قال ما لهذا الأمر صار عند أذل ذليل في قريش عند أقل قليل من قريش ما ما لهذا الأمر صار عند هذا الرجل وهذا الكلام معروف في كتب التعريخ والسيار هذا هو واقعهم الإسلام يجب ما قبله على رأسي على رأس إنني أقبل بهذا لكن لا يصبحون هؤلاء أئمة ولا يصبحون هؤلاء حكاما على الناس ولا يصبحون هؤلاء مصدرا للعلم الديني ولا يصبحون هؤلاء مشرفين على القرآن الكريم هذا هو واقعه الكلام شرق بي وغرب ما كان من نية أن أفتح هذا الموضوع لكنني سأعود إليه وسأتيكم بالمصادر ومن أهم المصادر في المكتبة السنية هناك هناك الكثير من الحقائق أنتم لا تعرفونها لماذا لأنكم مضحكة لأنكم مسخرة وخاطبوا شباب السنة مثلما شباب الشيعة مضحكة ومسخرة أنتم كذلك مضحكة ومسخرة نذهب إلى فاصل هذا التصوير إن كان في ألفاظ الحديث في صحيح البخاري يكون إثنى عشر أميرا هذا التصوير وهذا الشرح شرح علماء سقيفة بني ساعد ابن حجر العسقلاني مثال وما نقله أيضا عن سائر علمائهم هذا التصوير يجعلنا مشدودين إلى الحكام إلى الخلفاء ومن أن الدين يكون محفوظا مع هؤلاء تحريف كامل لمقصد النبي صلى الله عليه وآله لأن مقصد النبي هو هو مقصد القرآن القرآن لم يتحدث عن الحكم والسياسة ومن أن الدين يكون محفوظا في هذا الاتجاه وإنما تحدث القرآن عن الإمامة عن الإمامة التي هي أولا في الدين وبعد ذلك تأتي الدنيا والإمامة ضرورة ليست شرعية ضرورة تكوينية الآية الحادية والسبعون بعد البسملة من سورة الإسراء تشير إلى هذا يوم ندعو كل أناس بإمامه الأمر ليس شرعية هذه عملية تكوينية يوم ندعو كل أناس بإمامهم إنه يوم القيامة وهذه عملية تمييز للناس والناس تميز وفقا لقضية تكوينية هذا أمر تكويني ما هو بأمر شرعي هناك علامة هناك رمز هذا الرمز ليس لفظيا هذا الرمز لا يكتب في بطاقة تعريف وإنما هذا الرمز يكون في الإنسان نفسه أقرب لكم المثال حينما يتحدث القرآن في سورة الفتح وفي الآية وجوههم من أثر السجود السجود أمر شرعي أما أثر السجود فهو أثر تكويني سيماهم في وجوههم من أثر السجود السجود بما هو هو أمر شرعي تنفيذه أمر تكويني فكرة السجود قانون السجود نظام السجود هيئة السجود ذكر السجود هذه أمور شرعية لكن تنفيذه تفعيله أمر تكويني لأنني أنفذه من خلال جسد تنفيذ الشيء من خلال الجسد هذا أمر تكويني وللسجود هذا أثر جسدي القرآن يتحدث عنه هذا الأثر تكويني سيماهم في وجوههم من أثر السجود منظومة الإمامة في علاقتها بالتشريع أمر شرعي لكن الإمامة ليست محصورة في الجانب الشرعي الإمام وجه الله هناك جانب تكويني له آثاره حينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم أولياء النعم بغض النظر عن هذا عمر بن الخطار حينما توسل إلى الله بالعباس عم النبي وهذا أمر مذكور في صحيح البخاري وغيره من أن عمر بن الخطاب توسل إلى الله بالعباس عم النبي لماذا توسل بالعباس لصلته برسول الله هذه جهة تكوينية عمر توسل بالعباس إلى الله لأجل إنزال المطر ونزل المطر هناك جنبة تشريعية وهناك جنبة تكوينية في الموضوع لن فكاك بين التكوين والتشريع والإمامة فيها جهة تشريعية وفيها جهة تكوينية وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم تريدون مثالا يكون أوضح من مثال آصف وصي سليمان الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين هذا أمر واضح في الكتاب الكريم هذا وصي سليمان إنه آصف ابن برخيا ابن برقيا الإمامة فيها جهة تكوينية وفيها جهة تشريعية هنا الآية تتحدث عن أمر تكويني مثلما تحدثت الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الفتح عن أثر السجود في الوجه الآية هنا تتحدث عن علامة تكوينية في البناء العقلي في البناء القلبي في البناء الروحي في البناء الوجداني للإنسان ونحن نتحدث عن عالم الآخرة حيث أن القراءة لا تكون لشيء مكتوب على الوراق إنها قراءة التكوين الذين يشرفون على تنظيم الأمور في يوم القيامة من الملائكة من الأنبياء من الأوصياء من الأولياء يقرؤون قراءة تكوينية هذه علامة تكوينية يوم ندعو كل أناس بإمامه لا يستطيع إنسان يوم القيامة أن يكون منفكاً عن منظومة الإمامة لأن الأمر تكويني الآية واضحة وصريحة جداً نستمر في الآية فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهُ هذا أمر تكويني فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهُ هل نتحدث عن كتابٍ كتابٍ فيه أوراق وقد كتب بالقلم جاء مطبوعًا بآلات الطباعة هذه أمور تكوينية من خلال من خلال الآيات والأحاديث التفسيرية يتجلى الأمر بيناً المقام ليس منعقداً للخوض في هذه التفاصيل فمن أُوْتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه هذه قراءة تكوينية قراءة تكوينية فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة الآية التي بعدها تأتي قرينةً واضحةً على الأمر التكويني ومن كان في هذه أعمى العمى ما هو بالعمى الحسي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل مثل ما كان لا يستطيع القراءة الصحيحة أتحدث عن القراءة الصحيحة إنها قراءة البصيرة لا أتحدث لا أتحدث عن قراءة لكتابة كتبت بالحبر على الورق فهذا الأعمى كان قادراً على القراءة والكتابة وربما كان بارعاً فيهما لكنه أعمى أعمى مثل ما نقرأ في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب عندهم قلوب عندهم عقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا عنده 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 بصر هو مبصر عنده عينان سليمتان جسدياً يبصر بهما طريقه لكنه لا يستطيع أن يقرأ الحقيقة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أعين لكنهم لا يبصرون بها لا يقرؤون الحقيقة يقرؤون الكتابة على الوراق لكنهم لا يقرؤون الحقيقة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه المضامن تنطبق على العلماء الذين يقال لهم علماء في كل الأديان تنطبق انطباقاً واضحاً على مراجع الدين في النجف وكربلاء هذه أوصافهم وهذه أحوالهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا أمر تكويني إذا كان الإنسان في الدنيا لا يرتبط ارتباطاً تشريعياً بمنظومة الإمامة لأنه لا يعتقد بها في الآخرة يأتي رغم أنفه لا بد أن يكون له إمام قاد يكون هو إمام نفسه هو الذي اختار هذا وقد يكون الضب هذا الحيوان الزحف إماماً له كعمر بن حريث والذين معه كما أخبرنا أمير المؤمنين وقد 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 ما يجري في الآخرة هو إنعكاس للذي كان في الدنيا الناس لم يرتبطوا بمنظومة الإمامة تلك مشكلتهم لكن الأمر في آخر الطريق في الآخرة سوف يظهر واضحاً من أن الناس جميعاً سيكونون ضمن منظومة الإمامة أئمة الشار أئمة الخير يكون إماماً لنفسه يكون حيوان من الحيوانات إماماً هذا أمر راجع إليه كيف كان حاله في الدنيا مع منظومة الإمامة هو الذي اختار لنفسه لكنه لا بد أن يأتي يوم القيامة وهناك علامة تكوينية موجودة فيه يقرؤون قراءة تكوينية أولئك الذين يشرفون على شؤون يوم القيامة بالضبط مثل ما هناك بصمة للصوت يمكن لإنسان أن يقلد صوت إنسان فحينما نسمعه نقول هذا الصوت يشبه صوت فلان أو ربما نقول إنه صوت فلان ولكن في الأجهزة التي تشخص بصمة الصوت يتضح الأمر مهما كانت تقليد دقيقا فهذا تقليد هذا بمثابة غطاء خارجي لكل صوت هناك بصمة وهذه البصمة لا تزور في وقتنا الآن يمكن للصور أن تزور ويمكن للخطوط أن تزور للخطوط التي تكتب باليد ويمكن للفيديوات أنني أتحدث عن الصورة المتحرك أن تزور لكن الأصوات لا تزور لأن الصوت له بصمته الخاصة في أجهزة الكشف عن بصمة الصوت يتضح الأمر الأصوات لا تزور يمكن أن نخدع بصوت لشخص يقلد شخصا آخر بحاسة السمع لا نستطيع أن نميز بصمة الصوت يمكن أن نخدع لكن في أجهزة الكشف تشخص بصمة الصوت فلا يمكن تزويرها هناك بصمة تكوينية لمنظومة الإمام فعينما نتخذ شخصا إماما هناك بصمة هناك موضع في روح الإنسان في عقل الإنسان في قلب الإنسان هذا الموضع يحتاج إلى بصمة من إمام ونحن الذين نختار الإمام الناس الآن لماذا يرتبطون بنجوم السينما أو بنجوم الرياضة أو بنجوم الغناء أو أو فإننا نرى الناس الناس يتعلقون برمز هم يختارونه هذا هو إمامهم لماذا يفعلون هذا هناك حاجة فطرية عند الإنسان هناك موضع في روحه يحتاج إلى باصم يبصم في ذلك الموضع فالإنسان يختار هذا الباصم الذي يبصم في موضع البصمة في روحه يختار مغنيا يختار نجم الرياضيا يختار نجم اللامعا في سماء الأدب والشعر وهكذا وهكذا كل بحسب مذاقه الغارقون في عالم الشعر يختارون من هذا الجنس والغارقون في عالم الموسيقى والغناء والرقص يختارون من هذا الجنس والغارقون في عالم الرياضة يختارون من هذا الجنس وهكذا هذه أمثلة لتقريب الفكرة التي تتحدث عنها هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامه القرآن يحدثنا هنا عن ضرورة الإمامة فإذا كنا نبحث عن الهداية إذا كنا نبحث عن الله علينا أن نبحث عن الإمام الذي يريده الله لأن القرآن حدثنا عن أئمة خير هؤلاء هم الذين يريدهم الله وحدثنا عن أئمة شر لا يريدهم الله صار واضح لدينا الإمامة أمر أساسي لا نستطيع أن نتجرد من هذه المنظومة إذا كنا قادرين أن نتجرد منها في الدنيا في الآخرة لا نستطيع أن نتجرد منها سنأتي مع علامة مع بصمة من منظومة الإمامة هذه فعلينا أن نختار البصمة الصحيحة والجهة الصحيحة لأن القرآن حدثنا عن أئمة خير وأئمة شر ومر هذا علينا في الحلقة الماضية علينا أن نبحث عن أئمة الخير والقرآن حينما حدثنا عن أئمة الخير حدثنا عن المنظومة الإبراهيمية الإسماعيلية وعن المنظومة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية هكذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة وكذلك في التي بعدها ووهبنا له ووهبنا لإبراهيم لأن القصة في سياق الآيات المتقدمة قصة إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة هذه إمامة إبراهيمية لكنها من المجموعة الإسحاقية الإسرائيلية ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة إلى أن تقول الآيات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات هذه المنظومة نحترمها نقدسها نعترف بها نقر بها لكنها منظومة فرعية المنظومة الأصل هي المنظومة الإبراهيمية الإسماعيلية والتي حدثنا القرآن عنها بأن لها الهيمنة القرآن حدثنا لست أنا نذهب نذهب إلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية من ذرية من ذرية الإسماعيلية وإلا فإن ذريته الإسحاقية الإسرائيلية مرأ الكلام عنها قال ومن ذرية لأن الحديث هنا في أجواء أرض الحجاز في أجواء الأرض التي سيبني فيها البيت العتيق قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين الآية التي بعدها مباشرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذه مظاهر الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية هذه آثارها وتستمر الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى أن يقول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا محمد صلى الله عليه وآله أعتقد أنني لا أحتاج إلى كثير من الكلام كي أقول من أن الآية في محمد صلى الله عليه وآله فهذه التعابير هي التعابير المرتبطة برسول الله في كل الكتاب الكريم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذه هي الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية بينت لكم من أن المنظومة هذه فيها أوعية وفيها أئمة حينما أقول فيها أوعية الأوعية حجج أيضا لكن الغاية من منظومة الإمامة الأئمة الأصل وهم الأئمة الأربعة عشر هؤلاء لهم الهيمنة على كل فروع منظومة الإمامة منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة بل في كل الوجود لكن الحديث عن بني آدم وعن هذه الأجيال التي نحن منها التي سبقتنا التي نعايشها والتي ستأتي إذا إذا ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا هو المصحف الذي بين يدي المسلمين إنه الكتاب صامت هو تبيان لكل شيء هذا الكتاب مثل ما تحدث عن نفسه بأنه يهيمن على سائر الكتب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لأن سائر الكتب تتفرع عنه حينما نذهب إلى سورة الأنبياء فماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المائة بعد البسملة ولقد كتبنا في الزبور الذي هو كتاب داود من بعد الذكر إذا نظرنا إلى الزمان الأرضي فإن الزبور ظهر بين الناس قبل الذكر قبل القرآن لكن القرآن هنا لا يتحدث عن زمان أرضي طارئ وعارض إنه يتحدث عن المقام والحقيقة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الكتابة الأصل هي في الذكر الزبور التوراة الإنجيل فروع من هذا الذكر هذا الكلام ينطبق على التوراة أيضا وينطبق على الإنجيل أيضا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إذا أردنا أن نستمر في قراءة الآيات إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هناك ترابط واضح بين هذه الحقائق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الإمامة العالمية على كل العوالم حديثنا عن إمامة في الأرض حديث محدود هذه إمامة عالمية في كل العوالم وَلَقَيْهِ وَلَقَدْ وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إمامة عالمية هذه والحديث هنا عن إمامة تكوينية ليس الحديث عن إمامة تشريعية عن تبليغ للأحكام أو عن تطبيق لها على أرض الواقع الرحمة هنا هي أعلى مراتب التكوين بل هي أصل التكوين الرحمة هنا هي أصل الفيض فكل التكوين ناشئ وآت من الفيض الرحمة هذه هذه رحمة الفيض وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فما نتحدث به عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية هذا حديث جزئي في حاشية هذا المطلب المطلب الأصل إنها إمامة الوجود والحديث عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية وعن أوعية للإمامة وعن الأئمة الأصل هذا كله في حاشية الموضوع أما منظومة الإمامة أما منظومة الإمامة الأصل فهي هذه إنها الرحمة التي غطت العالمين جميعاً غطت العوالم كلها تلك هي إمامتهم في أصلها لكنها تتجلى في عالم الأرض بحسب ضيق هذا العالم تتجلى في هذه الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية والتي لها الحكومة على سائر فروع منظومة الإمامة في الأرض ما أنا الذي أقول؟ القرآن هو الذي يقول إذا ما ذهبنا إلى سورة هوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الآية فيها الكثير من التفاصيل موطن الشاهد هنا أفمن كان على بيّنة من ربه من هو هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله بسياق الآيات المتقدمة وحتى من دون سياق الآيات المتقدمة من هو الذي على بيّنة من ربه إن كان في كل الوجود أو كان بخصوص أهل الإسلام لأننا نتحدث في جو الإسلام وفي جو القرآن من هو الذي على بيّنة من ربه بمعنى حقيقي مطلق إنه رسول الله صلى الله عليه وآله أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه يتلوه يأتي بعده ويتلوه ويتلوه شاهد منه شاهد منه عليّنة منه عليّنة مني ويأتي منه هذا هو الشاهد الذي يتلوه هل قال رسول الله عمر مني ويأتي من عمر ما قال هذا قال عليّنة مني وَأَنَا مِنْ عَلِيهِ وَأَنَا مِنْ عَلِيهِ وَأَنَا مِنْ عَلِيهِ الآية ليست كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم مما بقي عندنا من تفسير شيخنا النعماني ردوان الله تعالى عليه صاحب الغيب صاحب كتاب الغيب هذه الطبعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمائة وثلاثة وأربعين هجري قمري هذا المجلد يشتمل على كتاب الغيبة للنعماني وعلى ما بقي بأيدينا من تفسير النعماني وهو منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكلام الذي بقي بين أيدينا من تفسير النعماني منقول عن أمير المؤمنين بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 392 الرقم الثالث وقوله تعالى في سورة هود عليه السلام أفمن كان على بينة من ربه يعني رسول الله ويتلوه شاهد منه هم وضعوا كلمة وصيه بين خطين هذه الكلمة لا توضع بين خطين بحسب قراءة العترة لأن أمير المؤمنين قرأ الآية هكذا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به أمير المؤمنين يقول فحرفوا وقالوا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه حذفوا كلمة وصيه وأخروا كلمة إماما ورحمة بعد كلمة كتاب موسى الموجود الآن في المصحف أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الآية ليست واضحة ليست واضحة ولذا أمير المؤمنين يقول فقدموا حرفا على حرف فذهب معنى الآية وهذا هو الذي حدث فقدموا حرفا على حرف فذهب معنى الآية إذا كان عندكم مصحف فافتحوا المصحف على سورة هود إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة ودققوا معي سأقرأ بقراءة المصحف وهي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود عن علي بن أبي طالب كذبا قراءة علي بن أبي طالب هي هذه التي قرأتها عليكم أما هذا السند الذي يعرفه هؤلاء الذين يشتغلون في هذه القراءات المهزلة هذا السند سند كذب لأن حفصا هذا معروف بالكذب بحسب المصحف أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به انتبهوا إلى القراءة التي وردت عن أمير المؤمنين أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيّه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به هذه القراءة الصحيحة نحن لا نقرأ بها وإنما نفسر القرآن بها نقرأ بقراءة المصحف لأن أئمتنا أمرونا بهذا لكي نضيق مساحة التحريف لأننا إذا قرأنا بهذه القراءة وقرأ آخرون بقراءة أخرى وسعنا مساحة التحريف فنقرأ بالقراءة الموجودة إنها قراءة المصحف بقراءة حفص هذا القارئ الكذاب لكننا حين نفسر القرآن نفسره بقراءتهم صلوات الله عليه وأنتم خذوا قراءتهم وتدبروا في الآية ستجدون المعنى واضحا واضحا جدا وحتى حينما نعربها سيكون الإعراب سليما لقد تتبعت إعراب هذه الآية كما هي في المصحف في كتب السنة والشيعة صدقوني ما وجدت إعرابا سديدا المشكلة ليست فيهم المشكلة في تركيب الآية لأن الآية تركبت بطريقة ليست سديدة يحتارون في إعرابها عودوا إلى كتب إعراب القرآن واطلعوا على الأقوال الغريبة والسخيفة في إعراب هذه الآية لو كان المقام يتسع لهذا لذكرت لكم الإعرابات التي ذكرها المعربون من السنة والشيعة مع ملاحظة أن إعرابات علماء السنة أفضل بكثير من إعراب علماء الشيعة الطوسي مثلا في التبيان أعرب الآية إعرابا سخيفا إلى أبعد الحدود وكذلك الطبرسي في مجمع البيان بينما البيضاوي من علماء السنة أعربها إعرابا لا بأس به إعرابا جيدا الآخرون الذين ساروا على الإعراب المشهوري للآية جاءوا بإعراب غريب لا ينسجم لا مع قواعد الإعراب ولا ينسجم مع مضمون الآية على أي حال لا شأن لنا بهذا الموضوع هذا موضوع آخر سأبقى مع الآية كما هي في المصحف كما هي أفمن كان على بينة من ربه هذا رسول الله لا يستطيع أحد أن ينكر بأن هذا الجزء من الآية في رسول الله الذي على بينة كاملة ومطلقة وحقيقية من ربه هو رسول الله صلى الله عليه وآله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه يأتي بعده ويتلوه ويتلوه شاهد منه قطعاً الكلام ليس دقيقاً هنا ويتلوه شاهد منه ماذا يفعل هذا الشاهد الكلام مبهم ويتلوه شاهد منه ومن قبله من قبله كتاب موسى إماماً ورحمة يعني أن دين موسى خاضع لمنظومة الإمامة ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة هذا الشاهد الذي يتلو رسول الله وهو من رسول الله ماذا يفعل؟ لابد أن نقدر له من أين نأتي بالتقدير؟ نأتي بالتقدير مما جاء مذكوراً من الكلام بعده لأننا إذا وقفنا وقفنا عند هذه الألفاظ فإن الآية لا معنى لها أفمن كان على بينة من ربه هذا رسول الله ويتلوه شاهد منه شاهد على ماذا؟ ماذا يفعل هذا الشاهد؟ ما هي وظيفته؟ بحسب قراءة أمير المؤمنين وصيه إماماً ورحمة هذه قراءة أمير المؤمنين لا أريد أن ألتزم بها هنا لأنني أناقش البخاري وأريد أن أناقشه بالمصحف الموجود وإلا فإن الخلل واضح دقيق النظر في الآية أفمن كان على بينة من ربه هذا الجزء واضح من الآية ويتلوه شاهد منه ماذا يفعل هذا الشاهد؟ الذي يتلو رسول الله وهو من رسول الله ماذا يفعله؟ علي يقول الآية هكذا في أصلها ويتلوه شاهد منه وصيه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به تكون الآية واضحة ولكن مع هذا التقديم والتأخير ستعترضون والذين يعترضون مراجع النجف وكربلاء قبل أن يعترض علماء السنة من أن هذا تحريف أولاد الحلال أولاد الحلال للشيعة والسنة على حد سواه لماذا لا تعترضون على الطبري لماذا لا تعترضون عليه؟ الطبري إنه صاحب التفسير وهذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الخامس عشر والسادس عشر وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن إنه تفسير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة في الجزء السادس عشر في الصفحة السادسة بخصوص الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة من سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة في الصفحة السادسة روى الطبري عن قتادة قال هي في حرف ابن مسعود في قراءة عبد الله ابن مسعود وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة وهذا كلام منطقي لأننا إذا قرأنا الآية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لماذا أراد عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يأخذ كل سفينة أكانت معيبة أم لم تكن معيبة إذن لماذا أعابها أعابها لأن الملك يأخذ كل سفينة صالحة ولذا فإن مصحف ابن مسعود هكذا كان يقرأ فيه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة وبالمناسبة هذا في قراءة أهل البيت موجود في رواياتنا وأيضا نقل الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قراءة أبي وقراءة أبي هي أقرب القراءات إلى العترة الطاهرة ولذا فإن عمر بن الخطاب أخذ المصحف وأتلفه لأنها القراءة الأقرب إلى قراءة العترة الطاهرة أخذ المصحف منه وأتلفه ولم يثبتوه ضمن المصاحف التي نقلوا منها فيما جمعوه حينما جمعوا القرآن أتلفوا مصحف أبي ولذا لا أثر له بيننا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قراءة أبي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة لأننا إذا قرأنا الآية هكذا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إذن لماذا أعابها إذا كان الملك يأخذ كل سفينة أكانت صالحة أم كانت معيبة قد يقول قائل بإمكاننا أن نقدر إذن الكلام هو هو في الآية التي أتحدث عنها إما أن نقدر وإما أن نقرأ بالقراءة الصحيح حتى يتضح المعنى هذا هو الطبري لماذا لا تعترضون عليه وإنه ينقل عن الصحابة عن ابن مسعود وعن أبي وعن ابن عباس وينقل عن سعيد ابن جبير من التابعين وعن وعن يقرؤون بهذه القراءة نذهب إلى فاصل في معجم القراءات القرآنية وهذا المعجم مؤيد من الأزهر معجم القراءات القرآنية أعده الدكتور أحمد مختار عمار من جامعة القاهرة والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت وهذا هو المجلد الثالث إنها طبعة عالم الكتب الطبعة الثالثة ألف وتسعمية أو سبعة وتسعين ميلادي وهو مؤيد وموثق من قبل الأزهر وكتاب التوثيق مطبوع ومنشور معه هذا المجلد الثالث في الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة إنها الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الكهف كل سفينة هناك قراءتان مع قراءة المصحف قراءة المصحف هي هذه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة هذه قراءة المصحف وهي قراءة حفص هنا في القراءات كل سفينة صالحة هذه قراءة أبي وقراءة عبد الله بن مسعود وقراءة بن عباس وقراءة بن جبير يعني سعيدة بن جبير وقراءة ثانية كل سفينة صحيحة وهذه قراءة قتادة وقراءة بن عباس وابن جبير وقراءة عثمان بن عفان والمصادر موجودة وبالتفصيل هذا هذا معجم تفصيلي بالمصادر وبالمعلومات الدقيقة الموثقة إذن لماذا لا تشكلون على هذه القراءات كل سفينة صالحة كل سفينة صحيحة ويوجد في القراءات ما هو أكثر من ذلك أنا لست بصدد الحديث عن القراءات يضيفون جملا هناك جمل تضاف في القراءات السنية جمل جمل تضاف وهناك تقديم وتأخير وهناك تغيير في الحركات وهناك تبديل في الحكم الإعرابي كل هذا موجود في القراءات لماذا لا تشكلون عليه وإحنا قلنا أكدود 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 لما يكون الكلام في أجواء العترة تشتغل هذه الدودة بس من يكون الكلام في أجواء الصحابة في أجواء التابعين في أجواء علماء السنة الكذابين هذه الدودة ما تشتغل تشتغل الدودة حينما ننتقل إلى كلام الحقيقة وإلى حديث العترة الطاهرة أعود إلى الآية السابعة بعد العاشرة من سورة هوت إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ورحمة نحتاج إلى نحتاج إلى التقدير هنا لأن الكلام ليس مفهوما وهذا لا يكون كلاما بليغا فيكون التقدير هكذا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أذكركم بما قرأه أمير المؤمنين وهي القراءة الأتقن والأدق أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة وصيه عطف بيان تفسير إماما تمييز ورحمة معطوف على إماما وهذا هو الإعراب السليم والإعراب البليغ المتكامل ولكن مع هذا التركيب الغريب سيكون الإعراب مختلا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه هذا عطف بيان تفسير وصيه تفسير لشاهد إماما ورحمة إماما تمييز هذا الوصي ما هي ميزته ميزته أنه إمام وأنه رحمة هذه هي الرحمة التي أشارت إليها سورة الأنبياء إنها الرحمة للعالمين هي هي فهذا فهذا نفسه أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد سنقرأها بحسب المصحف لكننا سنكون مضطرين إلى هذا التقدير وهذا التقدير نأتي به من الألفاظ التي في نفس الآية باعتبار أن الآية قالت ومن قبله ومن قبله فهناك حالة مشتركة ما بين كتاب موسى وما بين هذا الشاهد وهذه الحالة المشتركة ما جاء في التعبير إماما ورحمة دقيقوا النظر في الآية أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ومن قبله إما ومن قبل هذا الذي على بينة من ربه أو ومن قبل هذا الشاهد والمعنى واحد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أفمن كان على بينة من ربه الكلام واضح وتام وكامل لا نحتاج إلى تقدير ولكن حينما نقرأ ويتلوه شاهد منه الكلام مبهم ماذا يفعل هذا الشاهد ما هي ميزته ما هي خصائصه إذا لا بد من التقدير التقدير نأخذه من نفس ألفاظ الآية وهذا هو الذي عليه قواعد التقدير في لغة العرب ومن قبله وبما أن الكلام هكذا جاء ومن قبله فإذن الحالة التي عليها كتاب موسى هي هي التي عليها هذا الشاهد وهذا يرجعنا إلى حديث المنزلة علي مني بمنزلة هارون من موسى هناك ارتباط هناك ترابط واضح هذا الشاهد هو نفسه الذي جاء مذكورا في سورة الرعت دققوا النظر في هذه الآية في الآية السابعة بعد البسملة ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر هذه إنما للحصر إنما أنت يا رسول الله منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هات إذن هناك هاد في هذه الأمة من هو هذا هو غير رسول الله الآية واضحة إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هات إذن قوم رسول الله من هو الهادي فيهم هو هذا الشاهد الذي يتلوه ويتلوه شاهد منه الآيات واضحة واضحة جدا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه هذا هو الذي تذكرنا به سورة سورة طه واجعل واجعل وزير من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هذه الشراكة واضحة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه يتلوه في المنزلة يتلوه زمانا هو الوصي من بعده أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهذا نفسه إنما أنت منذر ولكل قوم هات من هو هذا الهادي لهذه الأمة في جنب رسول الله هو هذا نفسه وأشركه في أمري هو هو لا يوجد غيره هل تستطيعون أن تجد أحدا غيره هذا الحديث الذي ذكره البخاري هذا حديث محرف لأنهم نقلوا المعنى إلى الحكام إلى السلاطين بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث بمنطق القرآن ومنطق القرآن هو هذا الحديث عن إمامة الدين أما الشأن الدنيوي فيأتي في حاشية المطلب تلاحظون أن كل شيء في هذا الكتاب محرف في صحيح البخاري أن كل شيء في دين سقيفة بني سهد محرف التحريف في كل مكان أتمنى عليكم إذا كنتم تريدون الوصول إلى الحقيقة أن تقفوا طويلا عند هذه الآيات عند الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهنا يأتي التقدير ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به إلى آخر ما جاء في الآية واجمعوا معها ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الرعد إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد لكل زمان هناك هاد هذه منظومة الإمامة إنها سلسلة الأئمة الاثني عشر بحسب البخاري وشارحه العسقلاني فهل أن يزيد ابن معاوية كان هاديا للأمة الذي يزني بأمه وأخواته وبناته هل هذا كان هاديا للأمة صلوات على هذه الأمة التي يكون يزيد فيها هاديا حديث الاثني عشر إن كانوا أمراء أو كانوا خلفاء إنهم أمراء الهداية إنهم خلفاء الهداية هؤلاء هم ولكل قوم هات هؤلاء الأئمة الاثنى عشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر أولهم علي وآخرهم قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الآيات واضحة واضحة جدا إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري نحن ماذا نقرأ في سورة الشعراء دققوا النظر معي في سورة الشعراء في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة والتي بعدها في دعاء إبراهيم الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما الذي يصنع به إبراهيم أن يكون له لسان صدق في الآخرين فإن إبراهيم سيموت رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين لسان الصدق هذا حدثتنا عنه سورة مريم حينما نقرأ في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة فلما اعتزلهم وما يعبدون إنه إبراهيم الخليل حين اعتزل قومه وما يعبدون من أصنامهم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي هذه منظومة الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا هذا علي بن أبي طالب الذي له الهيمنة على الإمامة الإسماعيلية وعلى الإمامة الإسرائيلية وجعلنا لهم لسان صدق عليا نحن هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف إنه الدعاء المروي عن إمام زماننا مراجع النجف يضعفون هذا الدعاء لأن سنده ضعيف وبعض اتخذته لنفسك خليلا إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء الندبة الشريف وبعض اتخذته لنفسك خليلا إنه إبراهيم الخليل وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا هذا هو علي بن أبي طالب هو الذي يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا لا أريد أن أخوض في هذه المضامين العميقة فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ألا تلاحظون أن النغمة هي هي ما بين علي وهارون ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وماذا نقرأ أيضا في سورة الشعراء في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها قال ربي إني أخاف أن يكذبون من الذي يقول موسى النبي قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لماذا؟ لأن هارون لسان منظومة الإمامة في فرعها الإسحاقي الإسرائيلي هذا هو لسانها في ديانة موسى قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وماذا بعد؟ وفي سورة القصص في الآية الرابعة والثلاثين بعد البسملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون ألا تلاحظون أن تناغما واضحا ما بين الآيات والتي هي بلسان عربي مبين بالنحو الذي ندركه بالنحو الذي نفهمه فأنا لا أقارن مقام علي بمقام هارون هارون منشعة علي لكن الخطاب يأتي مناسبا للذي عليه الناس وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه هذا هو الذي يتناسب مع القوم الذين أرسل إليهم رسول الله المراد من اللسان ما هو نوع اللغة وإنما أسلوب اللغة اللسان هو أسلوب اللغة أسلوب الكلام ليس الحديث هنا عن نوع اللغة هل هي عربية أم هي تركية فكل رسول يرسل إلى قومه بلسانهم بأساليب تعبيرهم بالطريقة التي يفهمون الكلام من خلال تلك الأساليب وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّةِ هذه الآيات وغيرها كثير لكن الوقت يجري سريعا وغيرها كثير تشير إلى هيمنة المجموعة الإسماعيلية على منظومة الإمامة بكل فروعها ما قبلها وما بعدها فمثلما قرآنهم كما جاء في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كذلك نقرأ في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء في أحاديث في أحاديث العترة الطاهرة هذا واضح وبين جدا عندنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مرد كل شيء إلى منظومة الإمامة وكل شيء وكل شيء يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا التطبيق الذي سيكون في يوم القيامة وهذا التطبيق الذي سيكون في الدنيا والآخرة إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه الآية تتحدث عن الإمامة في أوسع معانيها إنها إمامة الدنيا وإمامة الآخرة إنها إمامة عوالم الشهادة وإمامة عوالم الغيب إنها الإمامة ما قبل الخلق وما بعد الخلق عندنا في ثقافة العترة الطاهرة هناك قانون هناك قانون وهو موجز وملخص أئمتنا يقولون الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق هذه هي الإمامة في أوسع معانيها الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه الإمامة في أوسع معانيها والتي عبرت والتي عبرت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة التي نخاطب بها أئمتنا وذل كل شيء لكم وجاء فيها أيضا وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا في مستوى في مستوى أن الحجة مع الخلق الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا في مستوى أن الحجة مع الخلق وهناك مستوى آخر أن الحجة قبل الخلق وأن الحجة بعد الخلق وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية تقول إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم هذا مع الخلق الحجة مع الخلق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا قبل الخلق وبعد الخلق نهى الإمامة الواسعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين منظومة الإمامة هي هذه التي يريد الله منا أن نتمسك بها وأن نرتبط بها وأن ندخل بصمتها السرية في موضع البصمة في أرواحنا وحقولنا وقلوبنا فحينما ندعى يوم القيامة ندعى بهذه البصمة والتي يعبر عنها بتعبير جميل تعبير جميل في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وكلمات أئمتنا المعصومين حب علي بن أبي طالب عنوان صحيفة المؤمن ماذا نقرأ في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب هذه هي البصمة التي سندعى بها وندعى على أساسها يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة أعتقد أن صورة صارت واضحة مع أنني قد طويت كشحا عن كثير من المطالب كان في نية أن أحدثكم في جهات أخرى من مضامين الإمامة في الكتاب الكريم لكن وقت الحلقة انتهى أجمع لكم الخلاصة الخلاصة ما جاء من حديث في صحيح البخاري إنه حديث محرف ومحرف بشيطنة ومحرف على أساس حقد وحسد وعداء مع العترة الطاهرة وهذا الأمر يجري في سائر كتب القوم التي أشرت إليها والتي لم أشر إليها جئتكم بصحيح مسلم وجئتكم بمسند بن حنبل وجئتكم بكنز العمال للمتق الهندي وجئتكم بشرح النووي لصحيح مسلم وجئتكم بشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري وجئتكم كذلك بينابيع المودة للحافظ القندوزي حيث قرأت عليكم من من أن الأئمة من بني هاشم الكتب التي جئتكم بها والتي ما جئتكم بها هي كتب محرفة إنها كتب سقيفة بني ساعد كتب أنشئت وفقا لعقيدة بنيت على التحريف والتزييف ولذا مع كل التحريف وجهوا جهة الحديث إلى الحكام إلى السلاطين إلى الخلفاء رسول الله ما كان يريد هذا رسول الله يريد مراد القرآن مراد القرآن واضح شرحته لكم هذا كتاب البخاري وسائر كتب مكتبة السقيفة بني ساعدة تعارض القرآن بدرجة مئة بالمئة وتعارض منهج رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بينه في حديث الثقل وفي بيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة شكرا